ورجعنا لكم وفقراتنا القوية متواصلة والنهاردة معانا ردود فعلا كنا مهتمين يا اسامة نظهر بقوة وان احنا نوصل حاجات كتير جدا كالناس بتفكر فيها الفترة اللي فاتت سمعنا رأيي انا بالنسبالي كان من اغرب الاراء اللي سمعتها في كنات الزمالك ليه يا اسامة لان اصعب حاجة انت تعملها انك تحول حاجة انت جملت فيها او تم مساعدتك فيها لان انت كمان في الاخر يوم ما تيجي تتكلم تتكلم عنها ان دي مظلومية وان النادي الاهلي بيجامل من اتحادات الكورة دي اصعب حاجة انت جديد يا ابني معنا في البرنامج دي اصعب حاجة لا هي ما بتعملش غير كده هي ما بتعملش غير كده بس مش للدرجة الفاجة دي لما الناس تشوف معانا ونستعرض الفقرة هتشوفوا ازاي حاجة نادي الزمالك اتجامل فيها اتحولت الاتهام ان النادي الزمالك كان بيظلم فيها عشان يخسر بطلات نطلع ونتفرج على الفيديو ده ونرجع نستعرض معاكم الرد المهم جدا الزمالك لما كان بيكمل في الكون فدرالية رجع كان سابق بكم ماتشرة من الزمالك الاهلي خرج سنتها في سنت 2018 من دور الثمالي بعد محصص من ساندونز 5-0 وقدر يجيب جون في العودة بقى في واحد بس فخرج الاهلي من دور الثمالي الزمالك لعب سيمي فاينال ولعب فاينال مكون من ماتشين يعني لعب 4 ماتشات زيادة رغم كده اما الدوري وقف قبل ما نروح للتوقف بتاع كاسة الامم الزمالك كان قال من الاهلي بماتش واحد لو راح لعبه بعد كده اتسوينا والماتشين اللي اتحطوله كان الزمالك يعني فارق بيهم اتحطوله بفاصل زمني يمين يمين راح لعب بعد ما اخدش البطولة بتاعت الكونفدرالي لعب بعدها بالزبط 3 ايام كان بلعب الانتاج الحربي يومين كان بلعب حرص الحدود وفي النص اعتقد كان المصري فقط فيه نقاط لا المصري ده كان بين دور ماتشين دور الثماني ايه من الاردينة في وسط ببساطة عزيزي المشاهد محتاج تعرف معيك قصة باختصار وبسرعة نادي الزمالك كان عنده مواجهة في نصف نهائي الكونفدرالية مع النجم الساحلي طيب ايه اللي حصل نادي الزمالك كان عنده مباراة مع نادي الانتاج كان مقرر لها واحد ماي طيب ايه اللي حصل نادي الزمالك حاول يأجل المباراة دي المباراة دي اللي بعد كده في نفس الفيديو اللي انت سمعته اتقال ان هي تحطت عشان تضغط نادي الزمالك في الدوري في وقت مهم جدا طب تعال اشوف اصلا المباراة دي اللي اتعامل فيها عشان نادي الزمالك المباراة دي صدر قرار الاول يوم 23 ابريل ان بيتقال ان المباراة بتاعة واحد مايو لو عرضنا الصورة من اتحاد الكرة ان المباراة بتاعة الانتاج واحد مايو اكد عامل حسين رئيس تنجة المصابقات بالتحاد الكرة ان مباراة الزمالك والانتاج الحرب ضمن الجولة 31 في موعدها المقرر لها اللي هو واحد مايو تعال بقى عزيزي المشاهد نشوف ايه اللي حصل في المباراة اللي اكد اتحاد الكرة ان هي في موعدها بص المباراة اللي اكد اتحاد الكرة اللي هي في موعدها والسطر الاخير اللي ما فيش طلبات رسمية بقصوص ذلك لا الحقيقة كان فيه طلبات وكان طلب رسمي من نادي الزمالك والوقتها كان فيه مدخلة للحج عامل حسين وتقال تحديدا مباراة الانتاج في موعدها واحد مايو لو الزمالك حابب يأجل مباراة الانتاج فبالتالي لو صعد قبل النهائي هيتضغط لانه هنحطها له يوم 15 مايو بس لو الزمالك عايز كده يجيب اقرار ويوقع عليه انه هو موافق على مباراة الانتاج الحربي والزمالك تتلاه بيوم 15 مايو وطبعا لما بنوصل للسياغة دي في التوقيت ده نادي الزمالك بيطلع الخطاب ليه هريح اتحاد الكرة يوم 1 مايو ولما ايجي يوم 15 مايو هعمل مشكلة تانية ارحلها لـ 30 مايو ده اللي حصل بالزبط لو معنا خطاب نادي الزمالك او اقرار نادي الزمالك بالتعاحد انه يلعب مباراة 15 مايو عشان يبقى كلامنا موسق صوت وصورة وها في النوع الضغط 9-15-15 بالزبط اللي حصل ان مباراة 12 يا فارس الدخلية كانت مباراة صعبة على الزمالك وكان فيه رقل الجزاء للدخلية كانت ممكن تخلي المباراة 2-2 اعتقد وقتها عمادي السياد كان الحارس الثالث هو اللي تصدر رقلة الجزاء فبدأ نادي الزمالك يقلق وطلع رئيس نادي الزمالك قال ان لعبتي متكسرة انا مش هلعب مباراة 15 مايو طب يا عم ده فيه خطاب قالك معرفش حاجة عن القطاب ده انا بعتلكم القطاب 1 مايو ومش هلعب 15 مايو والحقيقة كنا عارفين ان المباراة مش هتتلعب 15 مايو ليه يا فارس متلعب؟ لان نادي الزمالك بعد ضغوطه خالف التعهد المنصوص عليه لاتحاد الكورة بلعب 3 مباراة يوم 9 يوم 12 يوم 15 مباراة الانتاج اللي تأجلت اصلا قبل كده وما تلعبتش 1 مايو واللي كان مفترض تتلعب 15 مايو برضو ما تلعبتش 15 مايو عشان الزمالك يروح مباراة نهضة بركان في النهائي من غير ما يلعب مباراة الانتاج ولو استعرضنا الصورة اتقال ان اقامة مباراة الزمالك يوم الاربع 15 مايو تم تأجلها لموعد يحدد فيما بعد مش مشكلة يا عم دلوقتي ايه المعاد مش مشكلة هنعمل ايه اجل للزمالك لان كان الزمالك برضو وان كانت دي السابقة وقتها كان ممكن تبقى مفهومة انما قريدي انت اصلا مأجلك انا قبل كده نفس المباراة بتعهد طيب الزمالك عارف ليه تقالت فيما بعد لان في الوقت ده كان رمضان وكان الزمالك وفي الترتيب ممكن يروح يلعب الجونة لو اجلنا مباراة الانتاج بعيد يعني لكن اتحطت مباراة الانتاج يوم 30 الغريب انه بيتقال ان الضغط وفارق يومين طب ما احنا معنا الصورة وانا استعرض فارق الايام لما لعب نادي الزمالك نهائي الكونفدرالية بالزبط ده كان مباراة الداخلية والزمالك 12 خمسة اتشالت مباراة الانتاج خلاص امشي مباراة الانتاج بتاعه 15 مايو سبع ايام بين المبارتين يعني غير يومين المباراة في سبع ايام في الفاصل ناعدة بركان والزمالك ناعدة بركان فارق خمس ايام ده طبعا كان تحديد الكاف وقتها وبعد كده فارق ثلاث ايام يعني اللعب الزمالك النهائي واستريح ثلاث ايام ولعب الانتاج الحربي يوم 30 خمسة الغريب ان هما اعتبروا شهر خمسة او شهر مايو 30 يوم فقط لغير فقالوا لعبنا حرس الحدود فارق يومين الحياة لا في واحد وتلاتين خمسة انتو حرقكم ماخدتوش بالكم منو فلما تلعب حرس الحدود يوم 36 ففارق ثلاث ايام يعني يوم المباراة فارس او يومين المباراة بينهم فارق ثلاث ايام محتاجين راحة اكتر من كده ايه؟ يعني ببساطة كل اللي تقال في الفيديو اللي احنا بنرد عليه كان كلام متقال بمغلطة وكلام مغايل الحياة تماما زي ما شرحنا لكم اصلا المباراة اللي هو اللعبناها مضغوطة دي ما تلعبتش يومين ده فارق ثلاث ايام واصلا كم مباراة اتحاد الكرة ساعدك ان انت اتحقق كنفدرالية بانه اجلالك مرتين وخليفلك التعاهد ففكرة ان انا اطلع اوهم الناس وارجع ابني واقول انا مظلوم وارجع في دايرة مغلقة وفي غرفة مغلقة اعل صوتي واسمع نفسي بس الفكرة دي اتحرقت وما بايتش منطقية وما بايتش مقبولة طب تعال اشوف الكلام ده حصل في شهر خمسة قبله بشهر واحد في شهر اربعة النادي الاهلي خسر بخماسية تاريخية للأسف من ساندونز النادي الاهلي بقى اتعمل معا ايه لعبنا مباراة الزمالك يوم تلاتين تلاتة يوم تلاتين وايه فين يا اسامة في استاد برج العرب في ظروف مناخية سيئة والوقت ده اللي استاد فيه كان وضعه غير جيد طيب بعدها عملنا ايه كان فيه مباراة للتحاد في اسكندرية قلنا يا جماعة ده فرق يوميه واحنا مسافرين مباراة ساندونز جي اطول جي اطول رحلة يعني من اطول الرحلات اللي ممكن تسافرها اتقالك لأ هتلعب بالعافية مباراة اللي تحادل فاصل تمانية واربعين ساعة تمانية واربعين ساعة جينا بعدها خلال التلات ايام دول ده مزاي نادي الزمالك اللي استريح اسبوع واسبوع لا سافرت ساندونز عشان تلعب في لوكاس موريبي استاد لوكاس موريبي وخدت اطول رحلة جينا بعدها بقى بعد مباراة ساندونز خسرت بخماسية كان عندك مباراة ساندونز التانية طب يا سيد افتارد ان انا عندي امل ولو واحد في المية وساعدني في موقف تاريخي زي ده على اهل لا احفظ ما وجه لا اتحط لك مباراة المقصة في النص عشان تلعب مباراة ساندونز التانية بفارق زمن يومين بس عن مباراة ساندونز متخيل يا اسامة التناقد واطلع اتكلم في ده كمان على انه مظلومية لا وفي نقطة هو قالها قالك احنا لعبنا مباراة المصري بين المباراتين هو فعلا انت لعبت مباراة المصري بين المباراتين وقتها كان ينادي الآلي بيلعب المقصة يوم الاربعة وعنده مباراة يوم السبت حضر رحك لعبت المصري يوم الخميس وكان عندك مباراة يوم الحد انت قسرت نقاط امام المصري الاهلي فاز على المقصة فبالتالي ما تدعيش مظلومة طول اصلا تحطيلي المبارات المصري وانت ناسي اطلاقا ومكتزق من الصورة اتحط مبارات النادي الاهلي الغريب في الموضوع ان كل الكلام عن ضغط المباريات ده بيخلينا ننسى ما هو اهم في الموسم ده ما هو اهم في الموسم ده ان المبارات دي كانت بتتلاقب على حسب مزاج رئيس نادي الزمالك فقط لغير انا مش هلعب متشتي قبل ما النادي الاهلي يلعب مؤجلاته مباراة المقاولين العرب بين مباراة جورمهيا ونصر حسين ضاي في دور المجموعات او في دور المجموعات انا هطلع بطيارتي من برج العرب على الجزائر وعايز راجل بشنب في اتحاد القرى يقول لي يلعب مباراة المقاولين العرب يطلع القرار ايه مباراة المقاولين العرب تتلاقب بعد مباراة نصر حسين ضاي مباراة الانتاج الحربي قدنا استعرضناه التلعب مباراة يوم 3-6 يا مع الجونة يا مع حرس الحدود هنشوف لك فريق من الاتنين على حسب البقاء وعدم البقاء الدوري مش هلعبه عشان فرجان يساسي مصاب يبقى يترحل بعدهم من افريقيا اعتقد موسم زي ده وجايين تتكلموا على فكرة مجمالات من اتحاد القرى وضغط مبريات اعتقد الامر صعب زي ما قال فارس انا كنت رجعت اتطفق معي فارس لان الموضوع فعلا صعب بشكل لانا تخيل واصلا بطولة الكونفيدرالية نفسه هو خطأ باخطاء تحكمية ده موضوع تاني يعني الموضوع كله مركب انت كان بيتعمل لك اللي انت عايزه على فكرة يوسامة لفت نظري حاجة ان ده منظر استاد بورد العرب وقتها طبعا كانت الاجواء طبعا في شتاء وكده فكان ده طبيعي الفكرة بقى يوسامة في حاجة مهمة جدا هو فعلا في دماغه حاجة لما انت تيجي تربط تفهم ليه بيقول كده هو شايف ان الاجواء او الوضع اللي هو بيفرد فيه على اتحاد الكرة ويخلف تعهداته ويتعمله اللي هو عايزه والمباراة تتأجل مرتين هو ده الوضع بالنسباله الطبيعي بقى بيتها بتحصل مجمونات بسيطة ده بس كده فانا اصبحت في مظلمية عايز ارجع لوقت حد معين عايز بطولة اعتقد ده الهدف الرجوع لنفس الفترة الزمانية دي عندنا موضوع مهم جدا 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 ولكن بعد الفاصل انتظرونا بريك وهنرجع بقضية مهمة جدا ونتكلم فيها ماذا تعني كلمة لواء